السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا نقولك يعني حمد الله على السلامة وإن كنا نتمنى أن احنا نقول حمد الله على سلامة فلسطين كلها الله يسلمك قريبا جدا رح تحكي الحمد الله على سلامة فلسطين بأكملها آمين آمين ولا مهم عندي أعرف أنت قضتي قد إيه في سجون الاحتلال معلش الخط مش قد كده أعادت قد إيه ولا سامعاني كويس آم كيف سامعاني بقولك أعادت قد إيه في سجون الاحتلال آم عام ونصف عام ونصف كانت إيه التهمة؟ على أي أساس تم أسرك؟ ادعى للكيان الصهيوني أني أنا نازلة على عملية إطلاق نر على إحدى المعابر الإسرائيلية آم يعني أنت هددت أمن إسرائيل على بعضها؟ تهمة من الكيان الصهيوني طبعا تهمة من الكيان الصهيوني هو كيان محتل وكذاب يعني في النهاية حتى إذا كنتي يعني في النهاية بتقومي بأي فعل مقاوم فده حقك كمواطنة فلسطينية تعاني من احتلال ده حقك في المقاومة؟ طبعا حقه الفلسطيني أنه يقوم على المختصب ككيان الصهيوني اختصب فلسطيني مما لا شك فيه قوليلي شكل السجون من الداخل كانت طريقة المعاملة بتتم معاكم إزاي كمحتجزين وكأسرة فلسطينيين داخل سجون الاحتلال؟ ده أحكي لك من 7 أكتوبر على الانتهاكات اللي اتعرضنا لها فضالي اتعرضنا للإهانة الكثير قوية اتعرضنا للضرب البساطير على أجسادنا اتعلم الأجسادنا بساطيرهم العصي احنا كنا أسيرات عزل ليس بيدنا أي حيلة رشونا بالغاز قاموا بعزلنا قاموا بالسياسة التعطيش والتجويع ده أنا كأسيرات عزل قاموا بالتفشيش بغضبهم بأسيرات عزل فبالتأكيد هذا انتهاك واضح يضاف إلى سجل الانتهاكات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاك لكل المعاهدات الدولية المعروفة لكن كيفما يفترض ولا نتوقع من الاحتلال شيء أكثر روقيا من ذلك يعني في النهاية واحتلال همجي وغاصب ومتوحش طيب عايز أعرف منك إمتى عرفتي أن أنت هتبقي جزء من عملية تبادل وأنا خلينا أكون صريحة معايت ب7 أكتوبر لما سمعنا الخبر اللي أشرح بصورنا وأن عشرنا عرفنا أننا أحرار أنا حرة مش بـ 24-11 أنا حرة من 7 أكتوبر ولكن بـ 24-11 إدارة السجون ما قامت بإخبارنا أننا سنكون ضمن الصفقة التبادل دخلت قوة قمع على 9 الصبح على القسم السجن لدينا للبنات ذكروا أسماءنا وكنت أنا من ضمن قائمة الأسماء أعطاني بس أربع دقائق أن أكون جاهزة طبعاً طلعت من غير حذاء قاموا بخطفنا خطف وقاموا بضربنا وتهديدنا وشتمنا